في علاقات بين أشخاص أو الأصحاب بيسموها علاقات سامة يعني على طول طاقة سلبية، ما فيش تشجيع، معظم الوقت لقيهم بيتخنوا النوع ده من العلاقات أعتقد ممكن يأثر على الصحة النفسية وممكن تسبب مشاكل صحية مزمنة طبعاً وعايزين نعرف إيه السبب اللي بيخلي أصلاً الشخصية سامة لما يدخل في علاقة بتقول قابل هل هي يوم ما بنستلمهم كده هوم ما بيجيين سامين لو هوم بقى إزاي وصل لهذه المرحلة نحن نعرف تفاصيل كتير جداً عن هذه العلاقات المستمبل العلاقات السامة وهل هي تأثير على المشاكل الصحية كل هذه التفاصيل هنعرفهم الدكتور محمد محمود حمودة استشارة طب النفسي بجامعة الأزهر اللي بنورنا صباح الخير عليك دكتور صباح النور يا أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك إيه السبب اللي ممكن يخلي الشخص أصلاً يدخل في علاقة ويكون هو السبب أنها تكون علاقة سامة طب خلينا الأول بس نعلق على لفظ علاقة سامة ده هو اللفظ ده لفظ أدبي مش لفظ طبي خلص تمام وأول مرة تم استخدامه سنة 95 لما فيه حد كتب كتاب اسمه toxic people اللي هي ليليا انجلس دي المؤلفة بتاعت الكتاب واستخدمت لفظ toxic people اللي هو الأشخاص السامين وبعدين بدأ اللفظ من سنة 95 ينتشر لدرجة أن احنا بقنا بنستخدمه بشكل مبالغ فيه فبقى فيه استخدام مش مش على الأشخاص السامين بس كل حاجة بدأينا نقول عليها أي حد يعصبنا ولا بي نربزنا نقول عليه شخص السام بالضبط فبقى فيه أوفر دياجنوزيس للتوكسيك بيبل في حياتنا وللتوكسيك ريليشنشيب بقى إحنا عملين نشخص أي حد يدايقنا أنه هو ايه ده شخص ستوكسيك وده مش حقيقي في الواقع معه ما فيش حد يبقى على هوانة بالضبط تمام فدي أول نقطة المواد هي اللي تتصف بالسمية لكن الأشخاص ما ينفعش يبقوا سامين يعني نقدر نقول أن المادة دي مادة سامة لكن كشخص ما نقدرش نقول أنه هو شخص سام لأنه دايما الشخصيات فيها جانب إيجابي وجانب سلبي كوني شايف الجانب السلبي في الشخص مش معناه أنه هو شخص سيء إطلاقا لا ممكن يكون أنا اللي سيء شوف في الآخر حديث أنا اللي بطلع أنا اللي بطلع منه الجانب السيء وهو بيوريني الجانب السيء فالعلاقة إحنا اللي اتنين شركاء فيها مفيش علاقة بين طرفين واحد بس المسؤول عنها لازم يكونوا اللي اتنين مسؤولين عنها ومفيش شخص سام تماما أو مؤذي تماما ولكن هو الجزء اللي بيوريوني هو الجزء المؤذي عشان أنا بطلع الجزء ده وممكن يبقى في حتة تانية هو بيتم إيزاؤه هو هو كشخص مع أنه بيئزيني لكن في علاقة تانية في حياته هو اللي بيتم إيزاؤه وفي علاقة تالتة في حياته هو علاقته كويسة جدا بالآخرين فإحنا لنا عامل كل ساقل يسقى بما ساقل بالزبط فعلا إحنا لنا عامل في العلاقات المؤذية اللي بزي بقى الصح مش السامة العلاقات المؤذية اللي إحنا بندخلها أو بنختارها طيب يعني أنا مش عارفة إحنا اللي بنخرج في الناس أسوأ ما فيهم إحنا مش إحنا يعني أنا ومحمد الشرزي إحنا كأشار خديش معاتي في أي حاجة تكلمي عن نفسك بس بنخرج في الناس أسوأ ما فيهم ولهم ما بيبقى عندهم اتجاه سلبي ناحيتنا مش لازم كل الناس تبقى الفايبز بتاعتها كده أو الأجواء بينهم وبعض إيجابية البعض ممكن ما يتفقوش من غير ما يبقى فيه أي حاجة يعني فساعاتها بقى بتلاقي السمية أو الإيذاء ظهر طيب هو زي ما حالك بتقولي كده هو الاتنين يعني هو فيه جزء سلبي زي ما قلنا وأنا بطلع الجزء السلبي اللي فيه زي مثلا خلينا نتفق أنه الشخص الاعتمادي دايما بيخلي اللي قدامه يركبه في العلاق لفظ يركبه ده يعني يبقى هو اللي مسيطر وهو اللي متحكم في العلاق ويتحول الشخص اللي قدامه لشخص إيه؟ سام ليه؟ ما هو أنت سايبني أعمل فيك اللي أنا عايزه وسايبني أنتهكك تماما فطبيعي حتى أن أنا كنت شخص مع آخرين جيد فأنت سمحت لي أني أكون معاك إيه؟ سام وساكت وراضي وقابلي فهفضل كده فده جزء من ناحية الشخص اللي بيتأذي من ناحية بقى الشخص المؤذي إحنا عندنا أمنات شخصية بتكون مؤذية زي الشخصية النارجسية زي الشخصية السايكوباتية زي الشخصية الحدية زي الشخصية الشكاكة أو الشخصية التهضية دول أمنات شخصية الشخص عنده فعلا جانب مؤذي والعلاقات معاه قد تكون مؤذية إلى حد كبير لأنه مثلا الشخص النرجسي طول الوقت شايف نفسه مميز وبيسخر من الآخرين بينتقد الآخرين العلاقة معاه دايما علاقة ما فيهاش مساحة أنه أبقى متطمن أنا على طول الآن أنا على طول عندي لأنه عارف أنه فيه انتقاط جايف بالزبط أنا على طول منتقد أنا على طول مؤثر في حقه أنا على طول وهو دايماً بيستخدم الحكاية دي عشان يبقى هو اللي مسيطر على العلاقة ويا سلام بقى لو الشخص اللي قدامي زي ما قلنا اعتمادي فالعلاقة هتكون سمة مثالية بالمناسبة لأنه هتكمل يعني هو نرجسي وبيهنها وبيهزقها وبيانتقدها وهي مكملة لأنه شخص اعتمادي فدي علاقة نموزاجية على فكرة الاتنين مرتاحين ما فيش مشاكل ما بينهم هو كده دي علاقة نموزاجية وهتكمل بغض النظر عن أن الشخص اللي اعتمادي ده في يوم الأيام هيجي يمتحر يعني أو هيجي يتئذي نفسياً جداً ويتعب نفسياً جداً ولكن العلاقة مكملة عشان الطرفين يراجبين مع بعض استوضحت نقطة مهمة أوي يعني في بعض العلاقات سواء في زمالة العمل أو في الصحوبية مثلاً بنكون شايفين عيب في شخص شايفين أنه هو مش شخص مثالي وشايفين مثلاً وليكن أي عيب من العيوب على جانب آخر بنلاقيه كويس جداً مع الناس والناس مش شايفة هذا العيب فبتبقى المشكلة في نظرتنا احنا لهذا الشخص بالضبط لأن أنا شايف الجزء السلبي اللي فيه وهو ممكن يكون بيوريني الجزء السلبي مش بيوريني جزء الإيجابي الآخر لأنه زي ما كل حد فيه جانب سلبي هو فيه جانب إيجابي بس الفكرة أنا بشوف إيه وهو بيوريني إيه في العلاقة حضرتك وحضرتك بتدي المثل قلت بيهنها بيضايقها بيأسبخت الشخص الأصعب على الطرف الأقوى ظاهرياً في العلاقة اللي هو الرجل بيجي بقى قدامها حاجة تانية بتقوم بها الطرف التاني يعني في العلاقة أنا حقدر أصلح الموضوع أنا عندي القدرة على أن أنا أصلح أنا عندي القدرة على أن أنا أخلي الشخص شخص أفضل دي بتبقى شخصيات بتساعد الشخص النرجيسي أنه هو يبقى نرجيسي أكتر وأكتر ويتحكم فيهم أكتر وأكتر لو هي شخصية اعتمادية هيبقى كده فعلاً لكن لو هي شخصية مش اعتمادية وهي قررت أنها تدخل للقع عشان تغير الطرف الآخر فهي هتفشل غالباً هتفشل لأنه إحنا مش بناخد الناس عشان نغيرها إحنا بناخد الناس زي ما هم كده وتغيير أنماط الشخصية ده صعب يعني لو هي ارتبطت بشخص نرجيسي أو لو هو حتى أزميلها في الشغل شخص نرجيسي أو قريبتها نرجيسية فتغيير الشخص ده صعب مش زي ما إحنا متصورين الموضوع هيبقى سهل بالعكس هيستهلكها التغيير وهتكون النتيجة صفر إذا كان الطبيب النفسي عشان يغير المريض اللي عنده طرابات شخصية بيحتاج سنتين علاج نفسي لازم المريض ينتظم فيهم في جلسات علاج نفسي ويكون عايز يتغير عشان يساعده على التغيير فهم بالك بقى هي شخص معندهش الخبرة كافية ويمارس عليه العنف النفسي وخدي بالك إنه إن الله لا يغير ما بيقاومن حتى يغير ما بيقاومن حتى يغير ما بيقاومن يعني لازم تكون والشخص ده يكون عايز يتغير عشان يتغير فيش حاجة معها أنا هغير وغزب عنه هو لازم يبقى مستبصر بمشكلته وعايز يتغير غير كده مش هينفع طيب هل العلاقات السامة تؤدي أو تسبب مشاكل صحية مزمنة؟ طبعا لأنه أنا طول الوقت في ضغوط والضغوط بتخلي جسمنا الفيسيولوجي بتاع جسمنا يفرز هرمونين مهمين جدا واحد اللي هو الأدرينالين وده اللي بنسميه fight and flight هرمون اللي هو هرمون الكري والفر يعني أنا في حرب بقى وقسة بيجري ورايا يبقى الهرمون ده طالع بيطلع وقت التوتر والقلق والضغط النفسي وبيشغل السيمباساتيك نيرفا سيستم اللي هو الجهاز العصبي السيمباساوي فبقى في حالة تأهب طول الوقت مش بس كده بيطلع كمان هرمون الكورتيزول الكورتيزول لما بيطلع في الجسم بيخلي الشخص مزاجه سيء وهو بالمناسبة بيطلع بالليل وبيبقى في أعلى وقت ليه الصبح فتخيل بقى أنه مش بيطلع بس بالليل وأعلى وقت ليه الصبح ده مكمل طول اليوم بسبب الضغوط اللي أنا فيها فهيدخلني في حالة فسيولوجية تخليني تحت ضغط نفسي الأدرنالين والسامباساتك نيرفو سيستم مشغالين طول الوقت وده يؤدي بقى لأمراض طبعا عضوية غير الأمراض النفسية زي لتفاع ضغط الدم زي أن أنا يجي للسكر بعد شوية زي أن أنا يحصل لي مشاكل صحية لها علاقة بالشرايين بديء الشرايين زي جلطات المخ أو جلطات القلب أو غيره ده الجزء العضوي أما بقى الجزء النفسي ده أنا طبعا بعد شوية بستهلك طاقتي في العلاقة السامة دي فبدل ما بقى شخص بيعمل حاجة وبينجز وبيحقق نجاح أنا كل طبعا زي هتصرف معا بزرط كده أنا كل طبعتي مستنزفة في العلاقة فما عنديش وقت أن أنا أبدع أو أكون منتج في المجتمع فده بيخليني طول الوقت تحت ضغط ويخليني أدخل في حاجة من ثلاثة يأدخل في الترابات القلق يأدخل في حاجة اسمها اللي هو التراب التكيف أو التأقلم يأدخل في البوست تروماتيك سترس ديس أوردر لو الشخص أزيني بشكل عمل ترومة أثرت علي في حياتي عمل صدمة نفسية أثرت عليها في حياتي بشكل كبير فده هيخليني أبقى مريض وبعد شوية هحتاج إلى علاج الشخص المؤذي هل في كلام معين بيستخدمه هل في أسلوب معين يعني فيه كلمات بيهدف لهذه ثقة الشخص اللي قدامه مثلا التقليل منه التنمر عليه ولا بيعمل إيه علشان نقدر نقول أو نقدر نصنفه أنه شخص مؤسس طيب هو كل حريك بتقول إيه ده ممكن يحصل طبعا فممكن يبقى ساخر طول الوقت من اللي قدامه ممكن يبقى ناقد طول الوقت لللي قدامه يعني فيه شخصيات كده في حياتنا ناقدة طول الوقت هي عملة تنتقد شكلك تنتقد لبسك تنتقد أسلوبك تنتقد أي حاجة هم بينتقدوا عايشين عشان ينتقدوك فهو بيأثر فيكي وبيكسر ثقتك في نفسك أو زي ما قلنا السقرية بتاعته طول الوقت يبدو أنه بيهزر بس الحقيقة هو بيجرح فيه بس ده كله ممكن يندرج تحت مظلة الاهتمام أنا قلقان لا عليكي فعشان كده بحاول أذوقك لقدام أنا مش عارفة بعمل إيه كلها حاجات ظاهرها قد يكون الدعم لا خالص دي المبررات اللي الناس بتقولها ولكن الحقيقة مش كده أنا عايز أقولك أنه التوكسيكليشنشي بقلقات السمة قد تكون علاقة أب بابنه يعني الأب لو ناقد زيادة عن اللزوم لابنه فهو بيحوله بعد شوية لمريض نفسي والعلاقة بتكون علاقة سمة فتخيالي الأب هو بيحب ابنه بس فيه فرق ما بين النقد والتوجيه هو مش بيوجهه مش بيقوله إيه اللي يتعمل صحة ويساعده إنه يعمله هو بس عمل إيه ينتقده وصنع لنا ناقد مستقبله بالزبط كده فيخش عليه يقوله إيه لبسك وحش ما يقولهش بقى إيه اللي تلبس صحة انت مأثر في كذا طب ما يقولهش إيه المفروض يعمله عشان ما يبقاش مأثر مش بيساعده ولا بيأخد بأيديه مش بيوجهه ولكن هو بس بيديله ناقد وزي ما حرق قلت كده هو بيخلي الشخص ليتوحد بالمعتدي فيصبح ناقد في المستقبل أو يبقى شخصية وسواسية شخصية وسواسية يعني شخصية طول الوقت بتلوم إيه نفسها وزاتها وشخصيات الوسواسية بتصاب بعد شوية بروسواس قهري لأنه هو طول الوقت عايش في لوم لزاته فهو صنع لنا مريض نفسي بسبب النقد المبالغ فيه فأشكال العلاقات السامة كتيرة منها السكرية ومنها النقد المستمر ومنها أنه أطلعك ونزلك يعني في موقف أطلعك السامة وبعديها في ثلاث دقائق أنزلك الأرض في موقف أشكر فيك جدا وفي موقف تاني أنتقدت جدا تمام؟ وده اللي بيعملوا الشخصيات النرجسية بيسموه الترويد النعم يبدأ الأول يقول كلام إيجابي وكلام يرفع من قدامه فالقدامه يبدأ يتعلق به بعدين يعزله عن اللي حواليه وبعدين بعد ما يبقى خلاص هو الشخص الوحيد اللي في حياة اللي قد يقوم يقوم منزله بقى سبع أرض ويبدأ ينتقد ويبدأ يطلع العيوب اللي في اللي قدامه فيفقد اللي قدامه ثقته في نفسه فده كلها الناط بتعملها الشخصات السامة طيب أنا إزاي أعرف أن أنا في علاقة سامة وهل الخلاص منها سهل؟ آه الخلاص منها سهل لو استبصرت أن أنا موجود في علاقة مؤزية لي أو علاقة سامة بس لازم أستبصر الأول بالحكاية دي أعرف إزاي بقى أعرف لما لقي نفسي طول الوقت بقت مشغول بالقصة ثقة في نفسي بدأت تقل العلاقة بدل ما بترفعني بتنزلني بدأ يأثر ده على نواحية الوظيفية والاجتماعية فبدأت أن عزل زيادة عن اللزوم بدأت ما بقديش وظيفتي زيادة يعني بالشكل الإيجابي بقديها أسوأ ما يكون ما بعملش للمفروض يتعمل ده كله بسبب أن العلاقة بدأت تستهلكني العلاقات اللي بتستهلكني هي علاقات مؤزية أول ما لقى أن فيه علاقة بتستهلكني وأن أنا ببزلي مبهود كبير عشان أثبت نفسي أو عشان أوصل اللي قدامي أو عشان أخلي اللي قدامي حتى ما ينتقديش ده معناه أن أنا في علاقة مؤزية ولازم أهرب من العلاقة دي بأي طريقة لأنه العلاقة دي يعني لو كملت فيها هتحاولني المريد نفسي في بعض العلاقات مش هعرف أهرب زي عركة أبب بن وسل مش هعرف أهرب ولكن أنا هنا محتاج أن أنا أستردي أو أحاول أخذ الجزء الإيجابي من الشخصية خصوصا لو الشخصية معايا في الشغل مثلا مديري في الشغل فأنا هحاول أأخذ الجزء الإيجابي من شخصيته وتجنب الأجزاء السلبية أتجنب أنه يبقى فيه حوار يسمح له بأنه ينتقدني أتجنب أنه يبقى فيه مساحة تخليه قرب مني لدرجة أنه يضغط علي فمن ضمن الاستراتيجيات أن أنا أخذ مسافة عن اللي قدامي أو أتجنبه تماما أو أتعامل مع المناطق الجيدة اللي في شخصيته أو أن أنا أسترديه وأقول له أنت صح طيب بلو في موضوع المدير ده خليك في موضوع الزميل أفضل طيب يعني هل الشخصية اللي هي قد تكون مؤزية دي بتكون شجاعة يعني مقدامة ولا لو الشخص صدها بتوقف عند حدها وتبتلت دور على ضحية تانية ممكن تكون أسر على حسب نوع الشخصية يعني فيه شخصيات كده وفيه شخصيات كده فمثلا لو تكلمنا على شخصية زي الشخصية الحدية الشخصية الحدية متقلبة المزاج وبتعمل حاجة اسمها يعني أنا النهاردة شايفك عظيمة وهيلة بكرة أنت عملت موقف وحش معايا فأنا شايفك سيئة جدا الشخص ده لو أنا انتقطه وقفت إقصاده هو هيبعد وهيدور على شخصية تانية يعمل معها كده لأنه هو أصلا متقلب المزاج طول الوقت لكن فيه شخصيات زي الشخصيات السايكوباتية مثلا هو طول الوقت بينتقدني وهي ظل ينتقدني حتى لو أنا واجهته وحاولت أوقفه عند حده هيظل هو موجود لأنه هو سايكوباتي هو بيستمتع باللي بيعمله فعلى حسب نوع الشخصية هتكون الاستجابة شكرا كل شكرا لحضرتك دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر شرفتنا ونورتنا فان شكرا لحضرتك والسادة مشاهدية شكرا